دكتور مين ندرون المسؤول عن الصمت الزجوة أو الخرس الزوجي أو بمعنى آخر أو بسؤال آخر مين المسؤول أو مين اللي يقدر أنه يتعامل مع المشكلة دي أو يحل المشكلة دي طول الوقت بنشوف القاء اللوم على الطرف الآخر هو الحقيقة أن أسباب الخرس الزوجي بتتوزع على الزوج والزوجة بشكل متساوي لكن الزوج هو اللي المفروض بيدير الأسرة وهو المفروض اللي هو اللي بيبادر بحل مشكلتها ولذلك إحنا بنلقي عليه هو اللوم بشكل أكبر أنه هو المفروض يبادر في حل هذه المشكلة ويضع لها الحلول ما يبقاش سلبي ويتقبل الوضع بالشكل ده ويسترسل فيه يعني لكن الأسباب نفسها اللي بتؤدي للخرس الزوجي ممكن تكون من الزوجة وممكن تكون من الزوج لكن أيا كان مصدر هذه الأسباب لكن اللي يحل المشكلة مين واللي يضع الخطة العلاجية مين هو الزوج المفروض في النهاية هو الزوج المسؤول عن إنهاء هذه الحالة وعودة الحياة الطبيعية للأسرة مرة أخرى لكن من وقع خبرة حضرتك مين اللي بيبتدي بالخرس الزوجي وبالتالي تالي بيكون رد فعلا هو غالبا يعني غالبا بيكون الزوج لأنه هو الزوج طبعا بيبقى الرجال المصريين أو الرجال عموما يعني بيبقى فيهم شوية العصبية شوية زيادة عن الستات فهي بتخاف بقى تكلمه يعني أو بتؤسر السلامة أنا كويس والله آه فغالبا بيبقى منشأ الخرس الزوجي من عند الزوج الزوج لو بادر بتؤسر السلامة الزوج آه يعني مش عايزة مشاكل يعني مش عايزة تطور المشكلة للدرجات دي لأنه هو الخرس الزوجي ده الهدوء الذي يصبق العصفة فهي مش عايزة تتكلم على إنه مش قابل الكلام فممكن تحصل مشكلة ما عزت بردو دكتور خيأناها أنا هقول لحضرتك وأستاذ شاز لقاعة جنبنا هو يسعى اللاح المعلومة لو بقول كلامه غلط أكيد غلط أهو طب فيه خرس حتى زملات لها دي أنا أقول